السلام عليكم صباح الخير ازايكم الفيديو رقم تمانية وتسعين في سلسلة فيديوهات كابسولة الصباح فضلنا يومين كمان ان شاء الله بنوصل للحلقة المية واشوفكم يوم الجمعة ان شاء الله في في فيديو كده احتفالا بوصولنا لمية حلقة بجد شكرا على كل اللي وكل اللي بيسيب وتشجيع واسئلة وانتو اللي مخليين الموضوع ده ايه اه يعني الحمد لله ماشي ومستمر وربنا قدرنا يا رب تكون المواضيع اللي بنتكلم فيها تكون مواضيع مفيدة اه ودينا بنسجل كده ايه خام على الصبح مع بعض علشان اه كلنا كده نصح صح ان شاء الله وتبقى بداية يوم حلو اه الفيديو بتاع النهاردة الموضوع اه انا الموضوع اللي هو بعنوان من كتاب اه دي دايلي دراكر اه اللي فيه المقتطفات من كتابات بيتر دراكر بعنوان مناجينج نون ترديشنال امبليز مناجينج نون ترديشنال امبليز الادارة الموظفين الغير تقليديين اه الغير تقليديين هنا هو يقصد بها ايه اه بيتكلم بيتر دراكر في الجزئية دي على انه اه في العصر بقى اللي احنا فيه عايشين فيه دلوقتي والمتحركين فيه انه ما بقاش كل شركة فيها بس الموظفين اللي هم قاعدين موظفين دائمين فيها وانه انما بقى فيه اه بتشغل الموظفين مؤقتين بعقود اه اوتسورسنج لحاجات كتير فهو بيقصد بقى بالنون ترديشنال امبليي هنا الموظفين اللي بيبقوا اه خرجوا من مجال العمل ودي بقى انا بنشوفها كتير اوي خرجوا من مجال الشركات اه وخدوا لانهم احنا قلنا بقى يقدر يتحرك زي ما هو عاوز ويبتدي يعمل ايه اه يبتح بقى البزنس الخاص بي يعني واحد شاطر في موضوع معين طيب انا بدل ما انا شغال في شركة موظف من تسعة الخمسة ولا من تسعة لتسعة بقى ولا زي ما تكون الشركة مشغلاه انا اخرج اعمل لنفسي بيزنس صغير او اشتغل فريلانس حوالين المهارة بتاعت دي وابتدي ارجع اعمل اعمل لها اوتسورسنج وبتدي اشتغل انا كفندور مع الشركات الايه المختلفة فهو هو دول اللي يقصد يقصد بيهم هما ناس هما لسه في مجال العمل وعندهم نفس المهارات بس بدل ما هما كانوا تحت ايدك انت اللي مسؤول عنهم من من ايه تزاد دلوقتي بيعمل بيشتغلوا معاك اه كونسلتانت او كونتركتور او اه يعني متعاقد معاك او 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 اوتسورسنج وهكذا فبيتكلم على انه المدير ما بقتش بس بيدير التيم بتاعه وهو عايز يقول انه حتى الان تريديشنل امفلويز دول ما انت برضو لازم دول ريسورس فلازم برضو تعرف تعمل لهم ما بينك وما بين المديرين هم بقى في الاماكن اللي هم فيها ازا كانوا هم موظفين ليهم مديرين او ما بينك وما بين الشركة اللي هي الريكروتر او الاوتسورسنج ارجانيزيشن اللي هي تتعامل برضو انه هم هم اه ممكن يكونوا مش تحت ايدك فانت مش مش مسؤول بشكل مباشر عن وعن 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 الكلام ده كله اه بس لا بس انت برضو ودي بقى الحتة اللي بيهايلايت عليها انت مسؤول عن بتاعهم مسؤول عن ازاي تخليهم ازاي تخليهم برضو ازاي تخليهم يشتغلوا باحسن طريقة في احسن مكان مش هتعمل الكلام ده كله لوحدك اه صحيح يبقى لو لو الموظف ده هو موظف مسلا في يعني اللي انت شغال معه ليه مدير تاني في شركته هتبقى بتورجانيز معاه او على اقل ممكن لو هو شخص فريلانس يبقى ممكن من خلال الاوتسورسنج ارجانيزيشن اللي انت شغال معاها او ايا كان الفكرة هي فكرة انه مش معنى سوري اه مش معنى انه هو او حد ما هو الشغال تحت ايدك على طول ان انت تبقى مش فارق معاك هو بيعمل ايه هو لأ انت هو جزء من راس المال والموارد اللي عندك دلوقتي وانت مسؤول عن ان انت تميك شور اه انه اه يستخدم ويطلع منه اه بلاش يستخدم دي بس يطلع منه اه احسن واحسن واحسن اه من الحاجات يمكن اللي فكرت فيها لما قررت الحكاية دي في كتاب هي اه كتير بيتعامل مع الفندرز او الناس اللي هو الشركات اللي احنا بنتعقد معاها على شغل معين بطريقة ايه والله انا دفعت له فلوس واه لازم يتصرف عاجبه عاجبه مش عاجبه يجيب لي الحاجة بتاعتي زي ما هي بيبقى دايما بيبقى عندنا احساس انا انا مش نقصك كمان انا دفعت لك فلوس ما خلص بقى اشتغل اه الحكاية دي ممكن نحس انها بتزيد اكتر في التعقدات او الشغل اللي بيبقى صغير يعني مشروع او يعني اه حاجة بسيطة شغل صغير وبيخلص بس ساعات كتير كمان بندخل مع فندرز وبندخل مع اه كونتراكتورز في شغل بيبقى طويل المدى اه لازم يبقى في بيننا وعلاقة مثمرة ونكون قادرين المدير بقى اللي ماسك بروجيكت ولا اللي ماسك تيم مشغال مع فندر او كونتراكتور او عنده حد في التيم او عنده جزء من التيم بتاعه مش ضمن هيكلة الشركة الاساسية وانما حد شغال معاما برا فهو جزء برضو من التيم محتاج انه انه ازاي يفضل يطلع لك احسن شغل مش مجرد فكرة والله اديك خدت فلوس واشتغل وخلاص انا مش بقول طبعا ان كل الحالات يبيض يسود انا عارف السيناريوهات مختلفة لكن هي دي مجرد يعني الفكرة او الصورة اللي ظهرت برضو بالنسبة لنا اه لما اه قريت الجزئية دي فده كان الموضوع بتاع زي كل مرة برضو قلولي رأيكم وانتو نفسكم بتتعرضوا لايه والمواضيع دي انتو بتشوفوها ازاي في حياتكم وربنا قدرنا ان شاء الله وتكون المواضيع دايما بتاعتنا تكون مفيدة وفيها اضافة جديدة وفيها حي كده ايه تفتح النفس وترفع المعنويات واحنا بنبدأ مع بعض اليوم ان شاء الله ربنا يوفقنا ويوفقكم وصباحكم جميل واشوفكم ان شاء الله بكرة في فيديو جديد مع الف سلام